اشتركوا في القناة 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 بيتكلموا معاهم وجاري بيتعصب وبيغضب جدا وبيقول ان اكيد دول تبع النغبة وجزء منهم وعملين لنفخه وكمين وبيبقى عايز يضربهم بالنر ويصفيهم كلهم لكن فجأة القطر بيقف الكل بيستخبى وهنا الجيش بيبقى موجود وبينزلهم كلهم من القطر وبيفتشهم وبيحاول جاري يقولهم انه امريكي والناس اللاجئين دول تبع النغبة وانه يشرح لهم كل حاجة بتحصل لكنهم مش بيفهموا لغته نهائيا ولا عارفين هو بيتكلم عن ايه وهنا بيتكلم زعيم اللاجئين دول مع جاري وبيقوله انه هديلك فرصة زهبية للهروب قبل ما يستضوه لو فضل ساتس وهنا بتتأكد مخاوف وشكوك جاري فعلا منهم وبيقرر جاري خلاص انه يهجم عليهم وبيلاقي مع الشخص ده قنابل متفجرة فبياخد واحدة منها وبيحطها في فانطلون الراجل ده وبيطلعوا يجروا كلهم من المكان والكنبلة بتنفجر وبتضمر واحد من النغبة وبتفرتك بعدها بيقرر الجيش يخدهم معالي المعسكر علشان يعرفوا حكايتهم ايه بالزبط ويسمعوا منهم كل حاجة وبتعد كريستال مع الزبط المسؤول وبتقوله انها تخضرت وهي بتاكل في احد المطاعم وصحية لقيت نفسها هنا ومن كل اللي شفته لحد دلوقتي فهمت انهم في كرواتيا فبيبعت الزبط يجيب واحد هرب لهنا منهم وبيطلع الندون اللي كان معاهم اول ما فتحوا الصندوق ويدروا انه يهرب ساعتها وبيطلعوا ويتكلموا شوية مع بعض لكن كريستال ما بتكونش عايزة تكلم مع حد نهائيا ومخنوقة خالص من اللي بيحصل معها ده وبيظهر شخص مسئول من السفارة الامريكية جاي علشان يخدهم مع السفارة ويكونوا في امان وبيفرحوا جدا وبيتحرك كريستال ودون مع المسئول الامريكي ده لكن كريستال ما بتبقاش مرتاحة وشكة فيه خصوصا لما المسئول الامريكي بدأ يتكلم معاه عن اسباب النغبة في استياض الناس وشكله كده متعاطف معاه وهنا بتفهم كريستال الفخ والكمين اللي هم واقعوا فيها ودون حاليا وبتضرب المسئول الامريكي ده وبترميب قوة من العربية وبترجع كمان وتدوس على دماغه وبتفرتكع علشان يموت تماما وتخلص عليه ودون بيفضل يزعق ويتخنيق مع كريستال على اللي عملته ده لكنه بيسكت خالص لما بيلاي في شنطة العربية جسد جاري وهو واخد سكينة في رقابته مقتول وبيبقى عايز ياخد العربية ويهرب مع كريستال طالما الفرصة تسمح لكن كريستال بتكلم معاه وبتحكيله حكاية ومعناها انهم ماينفعش يستسلموا للظلم مهما حصل انهم لازم يحاولوا على قد ما يقدروا يطلعوا كسبانين من الحرب دي للنهاية وكمان في الخريطة للمكان اللي فيه اتباع عسينة من النغبة والمكان ده هو اللي كان المسؤول المزايف هيوصلهم ليه فبيقدروا دلوقتي يروحوا للمكان ده ويكملوا اللي بدقوه في الوقت ده فرقة النغبة بيبقوا عدين في المغبأ بتاعهم على عصابهم ومستنيين المسؤول المزايف يوصل ومعاكر السلودون ليهم علشان يستمتعوا بيهم شوية وبعدها يقتلوهم ويخلصوا عليهم وبيطلع واحد من فرقة النغبة وبيدخل الحمام لكنه بيتفاجئ لما بيلايدون قدام وشايل الخنزير الصغير بتاعهم وبتجي كريستال من وراء وبتتباحوا بدربة واحدة قوية وبيرموا هم اللي اتنين الخنزير على المغبأ اللي فيه بقى عضاء فريق النغبة والكل بيبدأ يخاف وبيضربوا النار على الخنزير لحد ما بيموت وقبل ما حد بيستعد منهم بتظهر كريستال وبتضرب النار على واحد منهم وبتفجر وتفرتك دماغه وبتبدأ تقتل فيهم واحد وراء الثاني بمنتهى القوة والشراصة وبدور رحمة خالص وبيبني انه محدش من فرقة النغبة خبير اسلحة غير جندي سابق هو اللي بيدربهم كلهم والجندي ده كريستال بتقدر تتعامل وتتصرف معاه وتضربه بتلقى تروصاص وبيقع على الارض وبتهاجم كريستال على البنت اللي بتستخدم وتضرب بالسهام وبتغرس لها السهام وبطنها بقوة ولما بيقوم الجندي يضرب كريستال وبيحاول ييتلها بتضربه كريستال بكل قوة ومهارة وبتاخد حديد وبتنزل عليه ضرب لحد ما خلص ما بيكونش قادر يتحرك نهائيا من مكان وبيدخل دون بعد ما كريستال قتلتهم وخلصت عليهم كلهم وبيسأل البنت دينتوا ليه بتعملوا كده في ناس ابرياء ما لهمش زنب خالص بأي حاجة فبتقولوا البنت انهم بيعملوا كده لانهم بيستمتعوا بصيد وقتل البشر الفقرة اللي ما لهمش اي لازمة في الحياة فبتديها كريستال طلقه في دماغها وبتخلص عليها وفجأة جهاز اللاسلكي بيشتغل وقاسينا بتسأل دون هل قدر يخلص على كريستال ولا لسه وهنا بتقلق كريستال من دون وخلاص بتشكي فيه وبيرفعهم من الكنين السلاح على بعض وبيحاول دون يخليها تهدى شوية وعاوز يفهمها وما يعرفش مين اللي بتتكلم اصلا دي على الجهاز اللاسلكي لكن كريستال بتطلب من دون يسيب السلاح وإلا هتقتله وقاسينا بتطلب من دون يضرب النار على كريستال ويقتلها لكن قبل ما يعمل كده كريستال هي اللي بتخلص عليه وتموته وبتتكلم كريستال مع قاسينا على الجهاز اللاسلكي وبتقول لها أنا قتلت كل فرقة النغبة بتاعتك فبتقول لها قاسينا انه جي الوقت علشان يتقابلوا هم اللي كنين مع بعض وش الوش فبتقعد كريستال جنب الجندي وبتلوم عليها علشان بيعلم قاسينا وفرقتها زي طول البشر الابرياء ويصطدوم زي الحيوانات وهو بيقول لها انه كان مجبر يعمل كده ويتعاون معاهم علشان ما ديون بخدمة القاسين ولما بتسأله كريستال عن مكان قاسينا فين بيرفو دي يتكلم وكمان اسينا كانت بتتدرب لمدة 8 صهور تدريبات وتمارين قوية جدا واكيد هتموتها وبيكشف لنا الفيلم ان كريستال خدمت في الجيش قبل كده وده السبب في مهاراتها القتالية العالية واستخدام كل انواع الاسلحة ببراعة ومهارة تم وبعدها كريستال بتقتل الجندي وبتموته وبتتحرك على اسر اسينا مباشرة وبيرجع بينا الفيلم بسنة كاملة في شركة اسينا وبيبقى فيه مشكلة كبيرة حصلة فيها لما بيقول لها المساعد بتاعها ان تم اختراك حساب واحد من صحابها في فرقة النغبة والرسائل والاملات بتاعته كلها تهركت وتسربت واهم الرسائل دي كانت محادثة جامعية وقالت اسينا فيها ان السيد قرب وهيستمتع وبقتل الناس البائسة والفقراء في القصر الجميل بتاعها وبيأكد لها ان الموضوع انتشر على انطق واسع جدا وده سبب مشاكل كتير للشركة وبيعرفها ان تم عزلها من منصب مدير الشركة نهائيا بس اللي بيبقى فارق مع اسينا هي انها تعرف من اللي كتب المقالات دي على النت وسوق سمعتها ولما بتعرف بتجتمع مع زميلها من فرقة النغبة وبيفضلوا يقلبوا في صور الناس اللي اتكلموا عن موضوع السيد على النت ونشروا الاخبار بشكل واسع عنه وبيحددوهم كأهدف لهم في القصر والعملية بتبقى انهم يخطفوهم ويصحوا في الغابة اللي عند القصر ويبدأوا يصطدوهم واحد ورد تاني لحد ما بتظهر على الشاشة صورة كريستال اللي كتبت مقال بتاجم فيه اسينا بشرصة وبتشتمها وده بيخلي اسينا تحكد على كريستال وتقراها اكتر وبتبقى عايزة تستمتع بقتلها بأي طريقة ممكنة وبيرجع بين الفيلم في الوقت الحضر مع كريستال بعد موصلت لقصر اسينا أخيرا وبتكلمها اسينا في الجهاز وبتعرفها ان يفيه متفجرات تحت رجلية وممكن تقتلها دلوقتي حالا بس ما فيش اي متعة في كده وبتطلب منها تسيب الاسلحة اللي معها لو عايزة تدخل لدخل الاسلحة وتقابلها فبتتطر كريستال تسمع كلامها وبتسيب الاسلحة واموها ماتت بعدي بجرعة زيادة وبتأكد لها ان اللي عملته على النت كان غلط لان اسينا واللي معاها ما بيعملوش حاجة غلط وانهم رتبوا موضوع سدها لما كريستال واللي زيها فضلوا ويتكلموا عن الموضوع فقرروا انهم يحولوا الحقيقة مش اكتر وكريستال بتقول لها انت بتجدبي وانهم بيعملوا كده فعلا والقصر موجود وكل حاجة زي ما انتشرت بالزبط عن اللي بيعملوه وبتصدمها انها مش كريستال اللي هي عايزاها وبتعرفها ان في واحدة اسمها كريستال تانية في القرية بتاعتها واسينا اتلغبطت بين الكنين وجابتها هي بس اسينا بترفض كلام كريستال وبترفض انها تصدق انها غلطة الغلطة الغابية والساس جديد وبيبدأ القتال بينهم ومهم الكنين بكل قوة وعنف وبتمسك كريستال بسكينة وبتحاول تقتل اسينا لكن فعلا اسينا كانت بتتمرن كتير وبتقدر انها تقومها وبتردلها الضربات بشكل قوي وعنيف ومقلم جدا بس بتبدأ اسينا تحس وتشعر هي كمان ان كريستال قوية فعلا ومش هتقدر تقتلها بسهولة زي ما كانت مفكرة فبتاخد بندقية وبتطلع وراها وبيضربوا بعضهم اللي كنين بالبندقية وبتقفز كريستال تمسك في حبل لكنه بيقع بها على الارض وبتنزل وراها اسينا وبتمسك اداة حد وبتقدر انها تطعن كريستال اكتر من مر وخلاص اسينا فكرة انها انتصرت على كريستال اخيرا لكن كريستال بتحضنها وبتغرس سكينها بكوة بوطنها هي كمان وبيقع هم اللي كنين على الارض وهم غرقانين في دمهم وخلاص بيموت واسينا بتسأل كريستال اذا كانت فعلا هي كريستال اللي نشرت المقال عنهم ولا لا وكريستال بتصدمها مرة تانية وبتقول لها لا وانها خطفت البنت الغلط ومش هي كريستال اللي كتبت المقال عن فرقة النغبة وبتموت اسينا بعد كده وبتتحمل كريستال على نفسها وبتقوم وبتعالج الجروح اللي تعرضت لها وبتلبس فستان من بتوع اسينا وبتروح الطيارة ومعها مسدس وبتقول للطيارة والموضيفة انها قتلتهم كلهم لانهم حاولوا يقتلوها والطيارة والموضيفة بيخافوا منها اكيد وبيقرروا ويتحركوا بالطيارة للمكان اللي كريستال عايزها وبتقعد بعدها كريستال مع الموضيفة وبتخليها تأكل وتشرب معها ولما الموضيفة بتسأل كريستال عن القتل اللي عملته بتقول لها كريستال انه كان ممتع ولزيز جدا جدا